بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم نيجي بعد كده لي الانتقال من الهيمو دياليسيز أو الغسيل التقليدي للهيمو دايفلتريشن أعمل إيه عشان أحول المريض من الغسيل بالهي دي العادي اللي احنا متعودين عليه إلى الهي دي اف أولا الفاسكولار اكسيز يكون مناسب أو العملية اللي في دراع المريض تكون شغالة كويس ويفضل تكون من نوع الأرتيريوفينوس أو الـ AV إن الوريد يكون متصل بشكل مباشر بالشريان مش عن طريق وصلة صناعية اللي هي الجرافت لأن تدفق الدم من وإلى المريض بيكون أكفأ وأسهل في حالة الأرتيريوفينوس عن حالة الجرافت ثانيا السيشن اوبتمايزيشن إزاي يوفق متغيرات جلسة الغسيل مع ظروف كل مريض بحيث أوصل لأفضل أداء أو أفضل كفاءة ممكنة هنبدأ بيه الدياليزر أو فلتر الغسيل زي ما قلنا يكون هاي فلاكس مساحة سطحه تكون من 1.6 إلى 2.5 متر مربع ومساحة سطح الفلتر بتقاس بعدد الشعيرات الموجودة في الهوسينج بتاعه مضروبة فيه مساحة الشعيرة الوحدة اللي هي على شكل استوانة مهم جدا تكون المساحة كبيرة عشان عدد الشعيرات كل ما يزيد كل ما الدم هيتوزع بشكل جيد داخل الفلتر وهيتم تنقيته من السموم كمان بشكل أفضل كمان القطر الداخلي للشعيرة يكون 200 ميكرو متر والألترا فلتريشن كوفيشن يكون 20 ميلي لتر في الساعة تحت تأثير 1 ميلي متر زئبق لكل وحدة مساحة متر مربع يفضل بقى أبدأ بفلتر مساحته 1.6 متر وأتابع المريض على الجلسة الجلسة مشيت كويس أبدأ أزود مساحة الفلتر أخليه 1.8 متر الجلسة مشيت كويس أزود أجيب فلتر مساحته 2 متر وهكذا طول ما المريض الجلسة ماشية كويس أزود مساحة الفلتر في الجلسة اللي وراها لإن ده هيساعدني جدا أني أزود الكونفكشن فوليوم اللي هيخرج سموم أكتر لكن أول ما يحصل مضاعفات للمريض أخد بالي وأرجع لآخر فلتر استخدمته ويبقى هو ده الفلتر المناسب للمريض لإن مساحة الفلتر بترتبط بحجم أو وزن المريض فكل ما المريض كان وزنه كبير هحتاج فلتر مساحته كبير وتبقى دي هي الاستراتيجية بتاعتي إن أنا أبدأ بفلتر مساحته أصغر وأبدأ أزود تدريجية بعد كده البلوت فلوريد معدل تدفق الدم أبدأ بمعدل 300 مليلتر في الدقيقة ما حصلش مضاعفات للمريض أثناء الجلسة أزود في الجلسة اللي بعدها أخلي 350 مليلتر في الدقيقة مفيش مضاعفات والجلسة ماشية كويس أزود في الجلسة اللي بعدها تبقى 400 مليلتر في الدقيقة وهكذا ونراعي نقاس إبرة الغسيل إنه يتوافق مع معدل تدفق الدم من وإلى المريض ويبقى برضو الزيادة تكون تدريجية بمقدار 50 مليلتر في الدقيقة أزود لكام لحد ما تظهر مضاعفات على المريض هنا أوقف وأرجع لسرعة تدفق الدم اللي كانت قبل كده ويبقى هو ده السرعة المناسبة للمريض بعد كده الفلتريشن فراكشن هسحب سوائل قد إيه من المريض زي ما قلنا الفلتريشن فراكشن بيساوي الكونفكشن فوليوم اللي هسحبه من فلتر الغسيل على حجم الدم اللي بيدخل لفلتر الغسيل والكونفكشن فوليوم هو الويت جين زائد السبستيوشن فوليوم أو الوزن الزائد للمريض مضافا إليه حجم سائل الاستبدال والوزن الزائد للمريض تم تحديده عن طريق الطبيب المعالج يتبقى حجم سائل الاستبدال المفروض يكون كام حجم الدم اللي بيدخل للفلتر هو معدل تدفق الدم في الدقيقة مضروبا في مدة جلسة الغسيل ومعدل تدفق الدم حددناه في الخطوة اللي فاتت يتبقى تحديد مدة جلسة الغسيل وبالتالي الفلتريشن فراكشن ده هو اللي حيحرفني حجم سائل الاستبدال اللي حديه للمريض يكون كام وكمان مدة جلسة الغسيل المفروض تكون كام هنبدأ بسيناريو إن النسبة دي تكون 20% الجلسة مشيت تمام نزود ليه 24% أو 25% وطبعا الزيادة في النسبة دي هيتبعه زيادة في حجم سائل الاستبدال من خلال المعادلة وممكن تغيير في مدة الجلسة كمان مفيش مضاعفات حصلت والدنيا تمام نزود لحد ما تبدأ تظهر مضاعفات على المريض نوقف ونرجع للنسبة اللي كانت قبل كده وتبقى دي هي النسبة المناسبة للمريض وطبعا السقف بتاعي في النسبة دي هو 33% عشان أكتر من كده احتمالية تجلط الدم هتزيد إذن الاستنتاج العام من كل المتغيرات دي حكتين أولا هو الزيادة التدريجية في كل حاجة في مساحة الفلتر في معدل تدفق الدم وكمان في اختيار نسبة الفلتريشن فراكشن ثانيا إن كل مريض ليه متغيرات مناسبة لي قد لا تناسب غيره بمعنى إن أفضل سيناريو هو التجربة أو trial and error أحط السيناريو معين واشوف النتائج ما مشيدش الدنيا كويس أرجع أغير في السيناريو ده لحد ماوصل لأفضل سيناريو يناسب المريض ماينفعشي أعمم كل المتغيرات على كل المرضى ده خطأ كبير وبكده نكون نقشنا أربع طرق من طرق الغسيل الكلوي اتكلمنا عن الهيمو دياليسز العادي اتكلمنا عن الايزو ألترا فلتريشن اتكلمنا عن الهيمو فلتريشن وتكلمنا كمان عن الهيمو طايا فلتريشن تعالوا بقى نلخص الطرق دي كلها ونعمل مقارنة بينهم كلهم أولا من حيث وجود الدياليزيت أو محلول الغسيل في الهي دي بيكون موجود طبعا وغير موجود في الايزو ألترا فلتريشن وكمان غير موجود في الهيمو فلتريشن لكن لو بعمل онلاين هيمو فلتريشن هيبقى موجود معنا الدياليزيت لأنه هو اللي هيكون بديل ليه السبستيتيوشن فلويد أو سائل الاستبدال وطبعا بالنسبة لي الحقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقي ممكن أستخدم النوعين اللوفلاكس والهاي فلاكس ونفس الوضع في الايزو ألترا فلتريشن لكن في حالة الهيمو فلتريشن والهيمو دايا فلتريشن لازم الفلتر يكون هايفلاكس ومساحة سطحه تبدأ من واحد وستة من عشر متر مربع رابعا الـ UF rate او معدل السحب في حالة الـ HD بيفضل انه لا يزيد عن لتر في الساعة وقلنا ليه في فيديوهات سابقة ونفس الوضع كمان في حالة الايزو ألترا فلتريشن لكن في حالة الهيمو فلتريشن والهيمو دايا فلتريشن أقدر أسحب أحجام سوائل كبيرة بمعدل سحب كبير خامسا نوعية السموم اللي هيتم إزالتها في حالة الـ HD بيتم إزالة السموم صغيرة الحجم اللي حجمها بيكون أقل من 500 دلتور وفي حالة الايزو ألترا فلتريشن أنا بسحب سوائل فقط لكن مع ذلك بتخرج نسبة صغيرة جدا من السموم في حالة الهيمو فلتريشن بيتم إزالة السموم متوسطة الحجم اللي حجمها بيكون أكبر من 500 دالتون وأقل من 12 ألف دالتون زي البيتا 2 مايكرو جلوبلين والمايو جلوبين والبيبتايد وغيرها في حالة الهيمو دايا فلتريشن بجمع المزدين بتوع الـ HD والـ HF إن بيتم إزالة السموم صغيرة الحجم ومتوسطة الحجم أيضا سادساً الإلكترولايت ليفل بلانس أو الحفاظ على توازن نسب الأملاح المتأينة في الدم في حالة الـ HD بيتحقق التوازن دا بفعل وجود محلول الغسيل لكن في حالة الإيزو ألترا فلتريشن لأ لإن مفيش دياليزيت أو محلول غسيل ونفس الوضع بيكون في حالة الهيمو فلتريشن مقدرش أحقق التوازن دا لعدم وجود محلول غسيل على الرغم إنه هيكون موجود في حالة الـ Online HF إلا إن بيستخدمه بديل للسبستيوشن فلوت فقط لكن لا أستخدمه في الغسيل يعني ما بيدخلش لفلتر الغسيل للدياليزر أما في حالة الـ Hemo Dia Filtration أو الـ Online HDF بيتحقق التوازن في نسب الأملاح في الدم لإن هنا الدياليزيت لي وظيفتين الأولى بيستخدمه في الغسيل لإنه بيدخل للدياليزر وبيحصل الانتشار للأملاح عشان يحصل التوازن ما بينها والتانية إن بيستخدمه كبديل للسبستيوشن فلوت سابعاً الموفمنت أو طبيعة الحركة في حالة الـ HD هي الـ Diffusion أو الانتشار المعتمد على تدرج التركيز الـ Concentration Gradient في حالة الـ Iso Ultra Filtration بيتم سحب الماء وليس الجسيمات بنسميها Solvent Drag باستخدام UF Bomb في حالة الـ HF أو الـ Hemo Filtration الحركة بتتم بالـ Conviction إن بضخ كميات كبيرة من السوائل وارجع أسحابها في نفس الوقت أما في الـ HDF أو الـ Hemo Filtration باستخدم الطريقتين في الحركة باستخدم الـ Diffusion والـ Conviction وبكده نكون استعرضنا الطرق المختلفة اللي ممكن نعمل بيها جلسة غسيل كلوي اتكلمنا عن الـ Conventional Hemo Dialysis أو الغسيل التقليدي الـ HD وتكلمنا عن الـ Iso Ultra Filtration سحب سوائل فقط من المريض وتكلمنا عن الـ Hemo Filtration وتكلمنا كمان عن الـ Hemo Daya Filtration أو الـ HDF بأنواعه ولو في أي استفسار من حضرتكم يريد تكتبوا لي في الكومنتات وما تنسوش الاشتراك في القناة ودعمها باللايك والشير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته